اشتركوا في القناة انا مرعوبة قوي يا رحمة وانا والله بس لازم نمسك نفسنا من اللي وشه متغطي ده تلاقي واحد غلبان زينا طب تعالين ساعده رحمة وخوف لا انا خايفة يلا بس راحت عشق وكشفت القناة وبعد كده صرخت ابي فهد رحمة وصدمة فهد بيعمل ايه هنا مالك بثعب انا اكيد بحلم عشق بحب لا يا فهد انا هنا فوق بقى مالك وهو بيبصلها بدموع ممكن احضنك طبعا يا حبيبي هو ثواني وقلقت نفسها في حضن اخوها اللي قاعد يطبطب عليها وشعقته بتزيد حتى رحمة بكت بسببه ليه كل البكة ده يا فهد مالك يا حبيبي مالك وهو بينظر في عين اخته انا مالك مالك اخوكي مالك توقم فهد اللي اتحرم منكم طول عمر هو اكمل كلامه بشهاقات عالية مالك اللي ما كانش يعرف انكم عايشين اصلا مالك اللي ما عرفش اني ليه اهل غير ابولة رباه لا اقصد اللي خطى فصلين دي كلها بعادت هنو عيش وهو قاعدت تبصله بصدمة كبيرة وهو راح تبص الرحمة وقيللها انا مش باحلم صح لا مش بتحلم مالك وهو بيبصلها بعيون حمراء من البقى انت بعدت ليه خايفة مني صح عايش بصدمة انا مش مستوعبة لا اريدك ان تستوعبي قبل ان تفرح به قبل ان نقوم بقتله هو عند فهد اللي كان قاعد في مكتبه بعد ما ماشى الجميع هو كان بيفكر ازاي يوصل لمكانه هو راح ايه لنفسه اقسم بالله هجعلهم بيتمنوا الموت عشان استهزقوا بي انا عذرهم عشان ما يعرفوش من الحاوي دخلت نور وقربت منه بخوف شديد نور بالق فهد رفع فهد يعنيه وافتكرت انها يقرب منها ويغضب عليها بس قاعد يبكي بشدة ولدرجة ان شعقاته بدأت تزيد شفت يا نور طلع لي يا اخ توقم اخدوا مني وحرمونا من بعض يا نور واليوم اللي عرف ان لي يا في اخ يتخاطف هو وعيش ومش عارف اتصرف ازاي انا تعبت اوي نور وهي بتخبط على كتفه وبتكلمه بثقة الحاوي ما يبكيش فهد بصدمة انت عرفت منين ايوا عرفت عرفتها واليوم سفرنا فيه سمعتك وانت بتتكلم مع اياد عن المهمة مطلعتي السهلة نورات الحاوي فهد بسمة ايه السقة دي زي السقة بالضبط باذن الله انك هترجحهم بخير ويكونوا قريب جدا مع بعض فهد بغمود فعلا قريب اوي نور باذن الله اوليفر بدحك تشار لا ما تعيتش يا حلوة لسه بدري على العياط وهو نظر الى مالك بغل وهو قال له كنت فاكر اني اعبل مش عارف انك بتخطت انك تجمعنا في نفس المكان عشان نبقى ستسه ها لا بيرفع عليك مالك بغضب اقسم بالله هقتلك يا اوليفر اوليفر بشر وهو بيشير لحد من حراسه كنت اتمنى انك تفضل بسيكاتك تي بعد اللي هتشوفه انت تقصد ايه دخل راجل وهو مع شخص على وشه قناعة وهو قال له اوليفر بخبص بتعرف مين ده مالك وهو بيتمنى اللي ما يكونش في دماغه مين اوليفر وهو بيزل قناعة وهو بيتكلم بشر بلاك الخين بتاعك مالك برعب وهو بيبص لبلاك اللي مهم عليه انت عملت في ايه اوليفر بشر دلوقتي فوق وفق بلاك ومالك قال له بخوف بلاك انت كويس بلاك بتعب مالك اعرف اني زابط يا مالك هيقتلوني بلا عليك خلي بالك من امي وابوي ملهمش غيري وقل له امي ما تعيطش قل لها ابنك شهيد باذن الله ابنك هيبقى عريس في الجنة قل لها قل لها عشان دماغها هتعذبني ما تخليهاش تبكى علي خليها تفرح بيا يا مالك مالك ببكاء بلاك ما تقولش كده كلنا هنخرج من هنا باذن الله ويمسك نفسك مش كده بلاك ببسمة امل اتمنى يا مالك نخرج كلنا بخير اتمنى والله عشق ورحمة كانوا بيبكوا في زاوية الغرفة وترك مالك بلاك عشان يرتاح شوية ورحلهم ما تخافوش هنخرج من هنا باذن الله بخير عشق بثقة ابي فهد وعمره معيس ابن انا متعكده يا رب يا عشق يا رب بص مالك لرحمة لقاها بنت بسيطة جدا وملابسها واسعة ومحتشرة ومش بتحط ايه مسحيق ميكا وقال لها انت صاحبة عشق رحمة بنف انا اخته نور مراد فهد مالك بنظر غريبة فعنيه اتشرفني انيسة عشق بضحك يعني يوم ما نعرف بعض يا ابي نكون مخطفين حظك كده يا اوزع عشق بتزمر يوه انت كمان هتقول لي يا اوزع مش كفاء يا ابي فهد وليان ليان مين بنت خلته مجيدة لما نخرج من هنا ان شاء الله وبيعرفيني عليهم عيشة بحماس موافقة مالك بثعب طب يلا بقى اخدي انيسة رحمة وانا مهنك في الحتة دي وانا هنم جنب بلاك حاضر وفي القصر عند فهد جمع الشباب وفاجئهم انه عارف ما كان عيش لانه كان عطيها سلسلة فيها جي بي اس فهد في حاجة لازم تعرفها ايه هي زين بقى لا مستر ام اللي عارف تراك المخازن هو محمد والد نور مراتك فهد بصدمة شديدة ايه لازم تهدى يا فهد امبارح جالي رسالة بتقول ان محمد ليه يد في اتلابوها وان جوازي من نور متخطط زين بعقل اعجلها يا فهد محمد مالو الصالح بحاجة حسن لما لجا نفسه هيغرج جاله وجع الدنيا في بعضيها فهذا بغضب اهمى اقسم بالله لو ليه يد في اللي حصل هخليه يبكي على كل اللي عمله انت رايح فين فهذا بجمود ملكيش دعوة نور بتعجب مش انت لسه كنت كويس معايا فهذا باسوة انا ولا انت اللي جيت ترميتي في المكتب وبعدين انت واحدة اهلك باعوا اشتروا فيك نور بدموها هو حصرة من اللي بتسمعوا انا كل ده فهذا بتصخرية واقتر واقتر بكتير نور ببكا انت لسه مسدق ان بابا ليه يد في حاجة لحد الان اه نور بسكة انا بابا منهوش يد في اي حاجة ويشهد ربنا عز وجل اني مش بكدف اي حرفة من اللي بقوله وبكرة هتعرف الحقيقة بس وقتها هيكون فات يا فهد فهذا ببسمة ساخرة لأ صعبتي علي نور بغضب انت اي يا اخي مش بيتصدق حد ليه حرام عليك فهد وهو بيشدها من شعرها بغضب اكسن بالله يا نور لو صوتك علي علي تاني لكون دفنك مكانك لحد دلوقتي محدش يقدر يتجرق ويعلصته على الحاوي سمع نور بغضب لا مش سمع انا مش ضعيفة للدرجة دي بس الراجل اللي ميده ايضا على واحدة ست يبقى ضعيف يا فهد فهد ضربها بالقلم وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش يا احلى اخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك واتبعوها عشان نقدر نخلصها لحد النهاية بإذن الله ما تنسوش بقى تصلوا على النبي ووقتروا التعليقات بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبشكركم على قد التعليقاتكم الجميلة اللي زايق لبكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته